في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بنراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الدكتور علي باقري وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اجتماعا ثنائيا في طهران اليوم وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوية واتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين بشأن دراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما